الحمد لله رب العالمين لا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون سبحانه سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو بكل شيء عليم وهو بكل شيء محيط ولا يحيطون به علما واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد لا يحده حد ولا يقيده قيد أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء ظاهر فليس فوقه شيء باطن فليس دونه شيء وهو أقرب إليك من حبل الوريد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين الذي شرح الله له صدره ورفع ذكره وقرن اسمه باسمه وجعل طاعته من طاعته وخلع عليه من وصفه ونعته اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آله البرزخ بين الأحدية والواحدية وبين البطون والظهور سر التجل الأعظم أحمد البداية والبشارة محمد النهاية والهداية محمود السيرة والسريرة مصطفى العناية والرعاية وعلى آله وسلِّم عدد كمالك وكما يليق بكماله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد الرحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الذي قال عن نفسه إنما أنا رحمة مهدى ونعمة مزدى السراج المنير الشفيع فاللهم شفعه فينا في أمور دنيانا وأخرانا وبرازخنا وفي كل أحوالنا يا رب العالمين وجعلنا محلا لنظره يا رب العالمين والطف بنا وبسائر المسلمين في كل مكان اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحابته الكرام ونخص بينهم الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء وما ولد إلى يوم الدين وسائر الأتباع والصالحين واجعلنا من خير التابعين لخير سلفٍ يا رب العالمين ولا تفتننا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الرضا بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان إذ لو غاب الإيمان بالقضاء والقدر سقط كل الإيمان لأنك تكون قد نسبت إلى الله الجهل بما سوف يكون والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم ولو لم ترضى بالقضاء والقدر تكون قد عشت حياة التعاسى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله بعدله وقسطه جعل السعادة في الرضا واليقين السعادة ليست في جمع المال ولا في المناصب فالكل يزول ولا حتى في العافية لأنك قد تستخدم العافية فيما لا يرضي الله ولا في أي شيء قد تتصوره أنه يسعدك السعادة الحقيقية هي الرضا واليقين والرضا لا يكون إلا بالرضا بقضاء الله وما أقامك فيه فإنه لطيف بعباده ومن لطفه بعباده يختار لك أفضل الاحتمالات التي قد تتصورها فأنت مثلا كنت ممكن أن تكون في أي عصر من العصور من لدن أبيك آدم إلى أن تقوم السعى لكن يختار لك هذا العصر وهذا الزمان واختار لك هذه الأسرة وهذا الأب وهذه الأم واختار لك هذه البلدة واختار لك أشياء اختيارات كثيرة من بين اختيارات لا نهائية واعلم أنه لو عرض عليك كل الاختيارات مع وجود حكمة الله لاخترت ما اختاره الله لأنه لطيف بك على كل الأحوال كثير من الناس يقول لو كنت في عصر الصحابة لكنت فعلت وفعلت وما أدرك هل تكون من حزب أبي لهب أم من حزب أبي بكر الله أعلم بك ولكن أراد لك أن تكون في مكان معين وفي زمان معين وعلى هيئة معينة وبإمكانيات معينة وبفتن محيطة يختبرك بها معينة من بين ملايين 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 لاحتمالات فسبحنه الذي يخلق ما يشاء ويختار فلو لم تعلم أن الله لطيف بك ما اخترت ورديت بما أقامك فيه فالرضى بما أقامك الله فيه هو عين الكرامة ثم أن تستخدم ما أقامك فيه في طاعته فإن الله أقامك وأرادك أقامك بغير اختيار في قضائه وقدره وأرادك أن تطيعه في هذا القضاء والقدر فكيف تفعل حال المرض وحال العفية وكيف تفعل حال الغنى وحال الفقر وكيف تفعل حال الفرح والسرور وحال الغضب وحال الرضا تعبدك بانفعالاتك فيما قدره لك وأقامك فيه فأنت في القضاء والقدر مجبور لا اختيار لك فيه أما في انفعالك مع القضاء والقدر فأنت مكلف فالتكليف يكون متعلق بفعل العبد وباختيارات العبد عندما يتعرض لقضاء الله وقدره فإذا أقامك في الفكر هل تختار أن تبحث عن الرزق الحرام حتى تزيل ما أنت فيه من فقر؟ أم تكتهد على وفق ما أمرك الله وتدقن صنعتك وتصبر حتى يوسع الله ويذهب فقرك بالغنى؟ أم تتسرع وتتاجر التجارات الحرام أو تفعل الأفعال الحرام لتحصيل الرزق من أي باب كان؟ فالله سبحانه وتعالى أفقر الفقير ليختبر كيف يتفاعل مع الفقر؟ هل يحقد على الغني؟ هل يسرق من الغني؟ هل يحسده؟ أم يرضى بما أقامه ويستغل ما أقامه فيه؟ فربما أفقرك في المال ولكن أغناك في العفية وقوى بدنك وعطاك همة قد سلبها لكثير من من أغناهم بالمال فهل استخدمت همتك وعافيتك ولم تيأس بسبب قلة المال؟ أم ماذا تفعل؟ وعلى حسب فعلك واختيارك يحاسبك سبحانه وتعالى هو لا يحاسبك أنك فقير هو الذي أفقرك هو لا يحاسبك أنك غني هو الذي أغناك هو يحاسبك ماذا فعلت بالغنى إذا أغناك وماذا فعلت في الفقر إذا أفقرك وماذا فعلت في العفية إذا عفاك وماذا فعلت في المرض إذا أمرضك وعلى قدر فعلك وتفاعلك ورد فعلك في أقداره سبحانه وتعالى على قدر قربك أو بعدك منه سبحانه وتعالى ولذا كان الرضا بالقضاء من عين الكرامة وأنه مهما تتغير عليك أحكام القضاء والقرر لا تتغير طاعتك ولا يتغير ثقتك بالله فتكون متوكل على الله في كل شيء مفوض أمرك لله في كل شيء قانع بما أقامك فيه ورزقك وتقوم بطاعته وعبادته فلا يشغلك القضاء عن الأحكام الشرعية المنوطة بك فلا تتحجج بمرضك فلا تصلي ولا تتحجج بغناك وشغلك في استثمار مالك في أنك لا تحضر الجماعات ولا تتحجج بكسرة الطلبات عليك فلا تدقن صنعتك فلا حجة لك أمام الله هو الذي أقامك وهو الذي أرادك وهو الذي كلفك وهو الذي سوف يحاسبك فلا تتصارع مع الأقدار ولكن كيف تتعايش معها لأنك مهما تصارعت مع القدر لا تغيره فهو مكتوب حتى قبل أن توجد في هذه الدن فإن الذي يتصارع مع الأقدار تحطمه الأقدار ولكن من يتعايش معها ويختار كيف يتفاعل معها على وفق المنهج النبوي الشريف فإن نبينا صلى الله عليه وسلم تعرض لكل ما يمكن أن يتعرض له شخص في الدنيا تعرض لقلة المال فكيف كان حال النبي حال قلة المال وتعرض لكسرة المال ووفرة المال فكيف كان حال النبي إذا كسر المال في يده تعرض لما يحزنه فكيف كان يحزن وتعرض لما يفرحه فكيف كان يفرح تعرض للزواج من من هي أكبر منه ولها أولاد من أزواج قبله وتعرض للزواج من من تصغره بكثير ولم يسبق لها الزواج وتعرض لزواج الأرملة وزواج البكر وزواج الثيب وتزوج من هؤلاء جميع كيف كان حاله في هذه الأحوال المختلفة رزق الأولاد فكيف تفاعل مع الأولاد وماتت الأولاد بين يديه ودفنهم بيده فكيف كان حال حزنه على أولاده وكيف تفاعل تعرض لعداوة أقرب الناس إليه وهم أسرته حتى أنهم كانوا يريدون أن يدفعوا المكافآت لمن يقتله كيف تفاعل مع هذه الأسرة التي جحدت قرابته لهم ثم تعرض بعد ذلك لأن تنكسر شوكة المسلمين أحيانا في أحد وفي بعض المواقف فكيف كان يصبر وكيف كان يتحايل على الأقدار وكيف تعايش معها حتى نصره الله سبحانه وتعالى وجعل دينه هو الدين الذي يسود إلى يوم القيامة هل كانت حياته حياة سهلة هل كانت حياة النبي حياة سهلة وهو أشرف الخلق ولم يخطر المعصية على باله أصلا لأن هناك من يظن أنه إذا قدر عليه بعض الأشياء الصعبة أن هذا بسبب أنه فعل ما لا يليق وهل النبي لما قدر الله عليه هذه المصائب الكثيرة كان فعل ما لا يليق الله سبحانه وتعالى قد يقدر عليك الأشياء ليرفعك بها أو لتنخفض بها على حسب كيف تتفاعل معها فإن قدر لإنسان مصيبة فصبر ارتفع بالمصيبة وإن قدر له النعمة فلم يشكرها إن خفض بالنعمة وترد من رحمة الله بالنعمة قارون أنعم الله عليه بالمال الكثير وكانت هذه النعمة سبب ترضه من رحمة الله أيوب أصابه الله بالمرض وكان سبب مرضه ارتفاع قدره عند الله فأنت لا تعرف أي شيء أفضل لك هل هو البلاء أم الابتلاء ولذا عليك أن ترضى بكل الأحوال ثم تفكر من خلال سيرة نبيك كيف تتفاعل مع ما جاء إليك وما ترأى عليك من قدر حتى يكون تصرفك مع الأقدار تصرف نبوي شريف حتى يكون لك أسوة فالله سبحانه وتعالى خلق نبيك وجعل الأحداث تمر عليه في خلال ثلاث وستين عاما بكسرة وبتنوع بحيث أنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض حتى ولو كان أنثى وليس ذكر إلا ويمر بموقف يكون للنبي موقف مسيل له صلى الله عليه وآله وسلم فكيف تتفاعل مع هذه الأقدار فإن الأقدار لا تتغير تفاعلك معه هو الذي يغير أثرها في علاقتك بربك فما قدر عليك الأقدار إلا ليقربك إليه وأنت الذي تستخدمها لتبتعد عنه فما أراد بك إلا خير أراد أن يتعرف عليك بالجلال فيقهرك أحيانا وأراد أن يتعرف عليك بالجمال فيقربك كثيرا فماذا فعلت في حال القهر وماذا فعلت في حال القربي هل رأيت الأدب في كل ذلك ولا تنقضي هذه الاختبارات طالما أنت في الحياة فالحياة سلسلة من الاختبارات والتصارع بين القضاء والقدر وبين تفاعلك مع هذا القضاء والقدر كيف تتفاعل يرسل إليك من يسوءك ومن يسبك ومن يسيء إليك يرسله إليك مخصوصا حتى يعلم ويقيم الحج عليك هل عندك من الحلم والصبر والأناء والتسامح أم عندك من الغضب وإرادة الانتقام والتشفي وحب الظهور لابد أن يختدرك يرسل إليك الجاهل الجهول ويرسل إليك من ينفعك ويجري الخير على يديه فماذا فعلت مع من نفعك وماذا فعلت مع من ضرك فهل سرت لمن نفعك أسيرا وسرت لمن ضرك عدو أم أن الضر والنفع هو الله ويظهر ذلك على يد من شاء فتصير محجوبا بالأكوان محجوبا بالأقدار عن المقدر ومحجوبا بالقضاء عن القاضي فيها سبحانه وتعالى فإياك إياك أن تعيش الأحداث فتحجبك الأحداث ولكن اجعل الأحداث التي تمر عليك سببا لرؤية الله فيها ومراده منك فتكون سببا لتحصيل السعادة في الآخرة فلولا أن الله قدر علينا هذه الأقدار وأمرنا أن نرضى بها ونستسلم لها ونتعامل من خلالها معه في كل الأحوال لولا ذلك لحجبنا بكثرة الأحداث عن الذي أحدثها وقدرها سبحانه وتعالى ولذا عليك أيها المؤمن أن تعلم أن ما قدره الله لا بد أن يحدث ولا رد لقضائه سبحانه وتعالى ولكن الدور عليك ليس تغيير القدر ولكن الدور عليك كيف تتفاعل مع هذا القدر وكيف تتعايش مع هذا القدر أصبك بمرض كيف تتعايش مع هذا المرض حتى تشفى منه وبعض الناس يصب بمرض لا يشفى منه مرض مزمن يعيش به ويموت به كيف تفاعل مع هذا المرض وهناك آخرين يصيبهم الله ببعض الأشياء من كبوات ومن نجاحات أو من كبوة بعد كبوة وتتعدد عليه الكبوات دون أن يجد لنفسه نفس يتنفس واستراحة فماذا يريد الله منك في هذا كله يمتحنك بالصبر كما يمتحنك بالرضى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم فلا تكن كل انفعالاتك مع القدر على سبيل الصراع والتصارع ولكن اجعل انفعالك مع القدر هو الرضا واليقين فإن كنت في ضيق فتيقن أن الله لابد أن يفتح لك بعد هذا الضيق السعى لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لك في أكوانه أنه ليس هناك ليل باستمرار ولا نهار باستمرار بل يقلب الله الليل والنهار فإذا كان يقلب الليل والنهار كذلك يقلب المصائب والأفرح فلا مصيبة دوم ولا فرح يدوم الذي يدومه هو الله رب العالمين فهم قلبك مع الدائم وبدنك مع المتغير فالأكوان تتغير والدائم باقي لا يزول فكيف حالك وأنت متغير في التغير وعلاقتك بالدائم الباقي على قدر حسن هذه المعاملة وعلى قدر حسن هذه العلاقة على قدر مقامك عند ربك وعليك أن تنزل لسيرة نبيك صلى الله عليه وسلم فإن لي فيها ملخص هذا كله كيف تفاعل مع كل هذه الأقدار ولد يتيما وتربى مع أمه حتى بلغ ست سنوات ففقد حتى الأم ثم بعد ذلك عاش في بيت أعمامه ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم تاجر وعمل وهو صبي في الرعي وبعد ذلك تزوج امرأة تكبره بخمسة عشر عاما وهو في ريعان شبابه وهو ابن الخامسة والعشرين يتزوج امرأة عندها أربعين عاما وعندها أولاد من رجال سابقين كانت متزوجة رجلان قبله وعندهم أولاد منهم كيف تعامل مع هذا البيت في هذا السن وكيف تاجر وكيف عاش مع أهل قريش وكيف كان يعبد ربه ويطف حول الكعبة وفيها سلس مائة وستين صانما حولها وهو يبغضها وبالرغم من بغضه للأصنام لم يمنعه ذلك من الطوف حول الكعبة وعبادة ربي كيف تفاعل وانفعل مع هؤلاء الجميع ورزق الأولاد ورب الأولاد وفرح بهم ودفنهم بيده قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم ولم يبق من أولاده وبناته إلا واحدة ويستئد فاطم الكل دفنه بيده قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم كيف كان صبره على فقدانهم وكيف كان رضاء بمقام ربه سبحانه وتعالى وما أراده منه وكان يقول العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله فانظر إلى أحوال نبيك تعرض لغلاء الأسعار وربط الحجر على بطنه وصبر على الجوع ووسع الله عليه فكان يطعم الجيش الغفير بقبضة من طعام وتفجر المأمن بين أصابع يده صلى الله عليه وآله وسلم فشربت منه الجموع الكثيرة في أكثر من ألف موضع وبالرغم من ذلك كان يمر في أحوال بين الفقر والغنى وبين الفرح والحزن فعليك ألا تكن الأحداث والأقدار سببا للقنوط من رحمة الله أو عدم الرضا بقضاء الله فإن الله سبحانه وتعالى تعبدك بالقضاء والكدر كما تعبدك بأوامر الشراء الشريف فأنت تدور بين أحكام لا اختيار لك فيها وأحكام لك اختيار فيها فالأحكام التي لا اختيار لك فيها هي أحكام قضائه وقدره وأحكامه الذي يحاسبك عليها هي الأحكام الشرعية التي تدور بين الحرمة وبين الكراهة وبين الإباحة وبين الاستحباب والوجوب فكيف تفعل وكيف تعيش وكيف تتعايش ولا يغر أنك الجهلاء الذين كل كلامهم على الأحداث دون أن ينظروا إلى رب العالمين فلان قال وفلان عمل وانظر كيف كانت الأسعار وانظر هذا هزم وهذا يريد وهذا حقود وهذا وكره الله لكم القيل والقال وكسرت السؤال وإضاعة المال فلا تضيع وقتك في التعليق على الأحداث ولكن استغل وقتك في التفاعل مع الأحداث على السنة النبوية الشريفة المطهرة حتى تكون على أكمل حال فتكون الأحداث دافعة لك إلى الارتقاء وليست خافضة لك وباعدة لك عن رب العالمين فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الرضا بالقضاء والقدر وكذلك العصمة في أثناء تغيرات القضاء والقدر فلا نعصاه بأقداره ولا نتبطر عليه بنعمه سبحانه وتعالى ويجعلنا من الشاكرين توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابة والتبعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله أما بعد بعدما علمنا أن الإنسان مسير مجبور وفي نفس الوقت مختار لأن الناس كثيرون يسألون هل الإنسان مسير أم مخير هذا سؤال أزلي سأله حتى الفلاسفة قبل حتى ظهور الإسلام ولكن الحقيقة أنه مختار مجبور في آن واحد فأنت مجبور في الأقدار مختار في الأحكام فالاختيار لك في أقدارك ولكن أنت مكلف كيف تتفاعل مع هذه الأقدار وكيف تعبد ربك مع هذه التغيرات هذا هو محل التكليف لم يكلفك أن تتصارع مع القدر ولكن كلفك أن تعبده مع تغير القدر حتى تعرفه في كل شيء تعرفه حال النعمة والرخاء وتعرفه حال الشدة وحال الفقر تعرفه في العافية وتعرفه في المرض سبحانه وتعالى فإنك إذا نظرت إلى الجلال بعين الجمال تولدت عندك الرغبة فيما عند الله وإذا نظرت إلى الجمال بعين الجلال تولدت في قلبك الخشية والخوف من رب العالمين ولذا عليك أن لا تنظر إلى الجلال بعين الجلال ولا تنظر للجمال بعين الجمال حتى تخشاه وترجوه في آن واحد فإذا تجل عليك بالجلال فانظر إلى الجلال بعين الجمال فقد تجل عليك بنعم كثيرة فلا يجعلك بعض الجلال سببا لكفران كثير من النعم فإن الله سبحانه وتعالى تغمدك برحمات كثيرة ثم اختبرك بجلال واحد فهل يكون هذا الجلال الواحد سببا لكفرانك لكل نعم الجمال التي أعطاك إياها ولذا عليك أن لا يضحك عليك الشيطان ولا تضحك عليك نفسك فتكون متسرع في الأحكام فإذا اختبرك بجلال قنت من رحمته وإذا اختبرك بجلال ركنت لنعمته فلا ركون ولا قنوط ولكن فرار إلى رحمة مولك تفر حتى من النعمة إلى المنعم وتفر من البلاء إلى المبلي سبحانه وتعالى ولذا يقول ففر إلى الله فإياك إياك أن تكون الأقدار والأحداث مانع عنك عن رؤية مراد الله منك والناس يظنون أن هذا الزمان فقط هو زمان الفتنة هل خلى زمان وقرأ التاريخ من أيام أبيك آدم إلى يومنا هذا إلا من أحداث مثل هذه الأحداث التي تعيشها في كل زمان هناك فقير ومحتاج وهناك غني وهناك كافر وهناك مؤمن وهناك صالح وهناك طالح وهناك بر وهناك عاق وهناك قاطع رحم وهناك واصل رحم وهناك صالح وغير ذلك ومفسد في كل زمان فالله سبحانه وتعالى لا يفعل فيك في هذا الزمان ما لم يفعله في أي زمن آخر بل هي نفسها وإن كانت تختلف التفاصيل ولكن النظر الجمولية أن الله يبتل الناس ويختبر الناس ويقول نبلوكم بالشر والخير فتنة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ويقول ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين فإذا قرأت التاريخ تجد أن الله لم يقدر عليك ما لم يقدره على غيرك بل إن الله في قدره لك تنأخف كثيرا من قدره على غيرك لأن الله سبحانه وتعالى إذا قدر القضاء قدر معه اللطف بحيث أنك تتحمل أن تحمل هذا القضاء وتسير به طائعا لمولاك لأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف نفسا إلا ما أتاها فلا يكلفك فوق طاقتك بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ما جعل عسر واحد إلا وأمامه يسريني فإن الله يضاعف أبواب الفرج إذا فتح باب واحد من أبواب الضيق فإن فتح لك باب واحد من أبواب الضيق فتح لك أبواب كثيرة للفرج ولكن التسرع وعدم الثقة في الله يجعل الإنسان يتبطر ولا يرضى ويتفوه بكلام لا يليق وتحسبناه هينا وهو عند الله عظيم فإياك أن تتفوه بما لا يليق وليكن قولك الحمد لله في كل شيء وتبدأ في كل شيء ببسم الله وتنهي كل شيء بالحمد لله وأحد الصالحين كان يريد أن يعرف أحد أهل زماني من أهل الجنة حتى يتأث به فكان يدعو الله كثيرا اللهم أرني واحدا من أهل الجنة حتى أتأث به فجاءه هاتف بعد دعاء وأيام كثيرة أن المرأة التي بجواره من أهل الجنة فذهب إليها وهرع إليه حتى يعلم ماذا تفعل حتى تكون من أهل الجنة فسألها لم يجد عندها شيء زائد امرأة متزوجة عندها أولاد وزوجي وبيت تقول والله لا أفعل شيء سوى أني أرعى أولادي وأحافظ على زوجي وأقوم بفردي فقط فقال لا فكري ربما تكوني تفعلي أشياء أخرى لأن هذا يفعله كل الناس فقالت والله لا أجد غير ذلك وهذا يدلك على أن أهل الجنة يعملون الأعمال الصالحة وينسونها فإذا أرد أن يرددها لا يفتكره لكن الإنسان اللي يعمل الأعمال الصالحة وتبقى سابت في ذهنه متفكتر فيها كأنه معتمد على عمله وليس معتمد على رب وأن أهل الجنة لا يروا في نفسهم مزي على الآخرين فهو يرى نفسه أنه كسائر الناس ليس فيهم مزي لأنه لا يزكي نفسه فصفات أهل الجنة هكذا لا يزكون أنفسهم ولا ينظرون لأعمالهم مهما اكتهدوا يعتمدوا على رب العالمين وليس على عملهم فانصرف الرجل بعدما يأس من الكلام معها أن يأخذ منها معلومة ثم قالت له وهو منصرف ولكن يا أخ العرب أذكر أني منذ أربعين عاما لم يقمني الله في شيء وأردت أن أكون في غيره قال هي ذك يعني السر كله رضاها في قضاء الله لم يقمها الله في شيء وأردت أن تكون في غيره إن أقامها في المرض رضيت وصدرت وإن أقامها في العافية طاعت وشكرت إن أقامها في الضيق سكنت حتى يبسط لها فإذا أقامها في البسط حمدت وشكرت هكذا هي تعرف ربها في كل حال ولا تختار على اختيار الله ولا تريد تأجيل ما أراد الله تعجيله ولا تعجيل ما أراد الله تأخيره فالسر كل السر في الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله أي بقدر الله يهدي قلبه للرضا فنسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا الثقة به والتوكل عليه والرضا بقضائه وقدره وأن نكون من أهل طاعته في كل أحوالنا اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يسر أمورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آمالنا وفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنا بنا وإليك المصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وأهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسمعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وأهلينا وأقربائنا وآل بيت نبينا وعلمائنا ومشيخنا وذرياتهم وسائر المسلمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إن لك حقوقا كثيرة فيما بيننا وبينك وحقوقا كثيرة فيما بيننا وبين خلقك اللهم ما كان لك منها فاغفره لنا وما كان لخلقك فتحمله عننا واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يواسع المغفر اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئ الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئ إلا أنت اللهم فرج الكرب عن المكروبين وانصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأخذ للكفرة عداء الدين وألف بين قلوب عبادك المؤمنين وولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين اللهم وفق الرعاء اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد يا رب العالمين ويسر لهم بطانة الخير يا رب العالمين اللهم اغفر ذنوبهم واملأ قلوبهم شفقة ورحمة وعدلا بالناس يا رب العالمين برحمتك يا رحم الراحمين اللهم انزع الطمع والحرص من قلوبنا وقلوب أغنياء المسلمين اللهم إننا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير المفتونين اللهم من أردنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقوا إلى كل خير ومن أردنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره وألكهم كما أهلك تعادا وثمود اللهم كما بدأتنا مسلمين يا مبدئ يا معيد أعدنا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين واحفظنا في أنفسنا وفي ديننا وذريتنا إلى يوم الدين من كل بلاء وفتنة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين واختم لنا ورسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين واكفنا واكفيهم السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وبركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله اذكركم واشكروا يزدكم واستغفروا يغفر لكم وأقموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع